ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصدت منها لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من خطوات ومن إجراءات تسهم في تحقيق اندباط السوق كما طالب مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لتأمينها ترجمة نانسي قنقر